اللهم ارزقني أجمل مما تمنيت وأكثر مما توقعت وأفضل مما تعود أعظم مطالب الدنيا أن يكفيك الله الهم وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر الله لك الذب وهما مضمونا في الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس كلام لي بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بي بن كعب قال يا رسل الله أجعل لك صلاتي كلها يا رسل الله أجعل غالب وقتي صلاة عليك قال عليه الصلاة والسلام إذا انتك فهمك يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك أي في الآخرة اللهم صل وسلم عليه وجمعنا على الحب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدنا